لم يصدر أي تعليق رسمي من تويتر حول مستقبل الموظفين بعد عملية الاستحواذ لكن الرئيس التنفيذي لتويتر حاليا براغ أغروال أبلغ الموظفين قبل الإعلان عن الاستحواذ أن الضبابية تكتنف مستقبل الشركة وعندما سئل أغروال عن خطط ماسك أجاب الموظفين بأن الأسئلة هذه يجب أن توجه لإيلون ماسك طبيعي غير أنه قال للموظفين أنه لا توجد خطط لتسريح العاملين ولكن على الأقل خلال الأيام المقبلة فقط هذا لا يعني الكثير بالنسبة إليهم طبعا صحيفة واشنطن بوست التقت وتابعت بعض العاملين في تويتر وردود أفعالهم بعدما أصبح إيلون ماسك مالكا للشركة بعض الموظفين أعرب عن تخوفه مما سيحمله المستقبل بعد وصول ماسك للشركة آخرون اكتفوا بتغريد رموز تعبيرية مليئة بالدموع وقال آخرون إنهم أصيبوا بصدمة شديدة لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث موظف آخر غرد قائلا إن أنباء شراء تويتر ومتابعتها قد تكون ترفيها للبعض وأن متابعتها قد يكون ترفيها للبعض لكنه ليس كذلك أبدا بالنسبة إلى هؤلاء الغاضبين بالتأكيد ردود الفعل لم تكن سلبية في مجملها وكان هناك تباين في الأراء بحسب تقرير واشنطن بوست أحد الموظفين الذي تحدث للصحيفة قال إن إيلون ماسك لن يربط عشرين في المئة من صاف ثروته بالتويتر فقط لمجرد تخريبه أو تدميره موظف آخر قال إن تغيير الإدارة مطلوب وقد يكون هذا ما تحتاجه شركة تويتر السؤال هنا ماذا سيحدث للعاملين في تويتر من خلال جعل تويتر شركة خاصة سيتعين على ماسك وضع هيكل جديد بالكامل لأجور الموظفين ويعني هذا أن منح المنح والمكافآت من الأسهم الحالية لم تعد ذات مغزى وقد يتم استبدالها بالأسهم في الإصدار الجديد ما يمنح الموظفين ميزة في حالة طرح الشركة للاكتتاب هذا العام مرة أخرى